شيء تاني أنا بعدني في النظرة التاريخية سلسلة نسب المسيح الشعب الوحيد في الوجود اللي بيتبع سلسلة أنساب من التكوين لحتى يومنا هذا هو الشعب اليهودي قول ما تريد أن تقول ولكن هذا الشعب عندهم دراسة معينة خاصة ما زال يوم في الجامعة العبرية بيدرسوا بانتظام بالأماكن الدينية بشكل منتظم سلسلة الأنساب ولو أنت بيرجع حتى يبين البيور ريس العرق الطاهر أو النقي الغير مختلط وهذا طبعا حافظوا لحد ديت مجيء يسوع المسيح فبتشوف عدة سلاسل تشوف سلسلة الأنساب مذكورة في سفر التكوين إصحاح خمسة وتكوين إصحاح دعش بتشوف سلسلة الأنساب في سفر أخبار الأيام وبتشوفها يعني مقتطفات في نحمية وفي عزرة وبالعهد الجديد بتشوفه في إنجيل متة وبتشوفه أيضا في إنجيل لوقة في إنجيل متة لأنه متة بقدم يسوع المنتظر المسيح تتميم للنبوات ملك اليهود لأنه كان في فترة صمت أربعمائة سنة من آخر نبي ملاخي إلى مجيء المسيح ما تسمى فترة ما بين العهدين ثم نرى يحن المعمدان موثق ومؤكد تاريخيا ثم البشير متة بيكتب لليهود بيبتدي بسلسلة الأنساب لأنه كانوا بيتوقعوا مجيء الملك مجيء المسيح وهذا كله مسكور في الكتاب المقدس فهذه تعتبر واحدة من الدراسات المهمة جدا عند اليهود ولها أهمية خاصة منها دراسة الكودز يعني فك شفرات العهد القديم والآيات بالتتابع والتسلسل على فكرة دراسة شيقة جدا مع الأرقام لأنه كانت الأرقام هي أحرف عبرية فهي دراسة شيقة ولكن ليس هذا الموضوع موضوعنا هو أنه فعلا ملء الزمان لما اكتمل جاء يسوع المسيح مولود من امرأة بعد فترة صمت أربعمائة سنة أربعمائة وتلاتين سنة لخدمة الرب يسوع المسيح موسيقى اشتركوا في القناة